اختتم حلقة اليوم نترككم مع تقرير عن شاب مصري يجني ثروة كبيرة من استياد العقارب واستخلاص صمومها تسبوع على خير حمد حمدي من محافظة المنوفية بتكلم على مشروع استخلاص صموم من العقارب والتعبين بيتم خلال عملية الصيد من الصحاري والسواحي اللي موجودة في مصر بنقدر نصطاد العقارب ونجمحها من خلال المزارع اللي موجودة عندنا في مصر ونحو اكثر من 80 الف عقرب في مجموعة مزارع موجودة في مصر في اكثر من مكان بعيد عن كتر سكانية بنستخلص صموم دي لان لها فواد كبيرة جدا في الدخول في تصنيع الفكسين او المصل في حالة اللدغات اللي بيتعرض لها مختلف الناس بنقدر ان احنا نديله المصل وده بيكون المنتج الاول من استخدام الصموم دلوقتي هنعمل عملية استخلاص الصموم او اكستراكت الفينوم من الاسكوربيون وده يعتبر احد الانواع المهمة او اهم الانواع اللي موجودة في الشرق الاوسط اسمه ليرياس كوانكستريتوس طبعا انا باخد العقارب دلوقتي من الكاتج الخاص به وبعد كده بمسكه بالطريقة دي ان انا اتحكم في التلسن وحركته عشان توجيه السم او نزول السم وببدأ ان انا احط مية بملح بتكون تركيز عشرة في المية بحطها على المراكز العصبية اللي موجودة في الفقرات بتاعة العقارب نفسه بنعرض العقارب لكهربة مقدرها 12 فورت 5 انبير وده طبعا بتكون مجرد تحفيز كهرابي للعقارب لاتمام عملية الاكستراكت بالنسبة للفينوم بالطريقة دي بنحط الموجب والسالب على احد الفقرات او ما بين الفقرة والتانية ما بين الفقرة الاولى والتانية والتانية والتالتة مراكز العصبية الخاصة بالعقارب بالطريقة دي بيخرج السم قدامنا طبعا بنعرض جزئية بسطة جدا عشان نحافظ على البيوريتي او النقاء بتاع السموم بيطلع نقطة من السم او الفينو الجزء التالت بتدخل في الادوية واكثر من 24 منتج دوائب يتم تصنحهم من سموم العقارب والتعابين على مستوى العالم كله بنصدر السموم لمختلف دول اوروبا وامريكا زي برجينيا وتكساس وكاليفورنيا وبنصدر لبلجيكا والدنماركو والمانيا وفرنسا طبعا جرام السم بيوصل سعره لأكثر من 10 تلاف دولار ده متوسط الاسعار وبيختلف السعر من نوع التاني للتالت بالنسبة لطريقة صد العقارب بنستخدم الأشعة فوق البنفسجية طبعا الأشعة فوق البنفسجية بتدي انعكاس مع أحد البروتنات المسؤولة في جسم العقارب نفسه أو في الغشاء الخارجي وبتدي انعكاس لللون المتوهج ده مع الأشعة فوق البنفسجية اشتركوا في القناة